ده كان بالنسبة لردود لأفعال الكبيرة والإيجابية في أول مباراة لأهل الشراء الدخان عايزة روح برضو لموضوع مهم جداً موضوع كان موجود في الشارع الرياضي خلال الفترة السابقة بعد ما كيروش أعلن أسماء المنتخب واستبعاد محمد مجد أفشا ومحمد شريف أنا دايماً عندي وجهة نظر أو عندي وجهة نظر في هذا الأمر مختلف شوية يعني محمد شريف ومحمد مجد أفشا اتنين مهمين جداً اتنين مهمين سواء في النادي الأهلي أو منتخب مصر الفترة اللي فاتت بيقدوا بمستوى قوي جداً محمد شريف هدف الدوري مجد أفشا أفضل لعب في مصر السنتين اللي فاتوا مش السنة السابقة لا السنتين اللي فاتوا وصاحب أهداف مؤسرة سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي لكن النهاردة هي دي رؤية الجهاز الفني والمدير الفني خلاص كلنا بنحترمها كلنا وقفين وراء منتخبنا منتخب مصر اللي بيجي قبل ترتيب الأندية منتخب مصر اللي عنده ماتشين مهمين جداً ماتشين يوم تمانية واحداشر مع المنتخب الليبي والماتشين دول هم عنق الزجاجة يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم خلاص منتخب مصر يكون في المباراة النهائية في تصفيات أو تصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكن رسالتي للشريف وأفشا دايماً اللاعب هو اللي بيحرج المدرب زي ما انتوا قديته وشوفنا محمد شريف في مباراة ليبريا هو بيحرز زي دافين ومصر بتكسب اتنين صفر هو بيحرز زي دافين والمدرب ما بياخدوش في التجمع البعد كده لكن انت كلعب انت اللي دايماً بتحرج المدرب انت اللي دايماً بتخلي المدرب حتى لو المدرب مش عايزك لا بأدائك بأهدافك بتأثيرك في فريقك يكون المدرب مجبر انه هو ياخدك ربا ضر نافعة الفترة اللي فاتت أو سنتين متتاليتين بنشوف محمد شريف ومجد أفشا بيلعابه بصفة مستمرة مع النادي الأهلي بيطلع من البطولة دي للبطولة دي وده قدر اللاعبين اللي بيلعابه في النادي الأهلي دايماً الراحات قليلة لكن ضغط المواسم والراحة القليلة أو ما فيش راحة بين الموسم ده والموسم ده يعني ربا ضر نافعة يعني ان الاتنين عندهم فرصة للتقاط الأنفاس الاتنين عندهم فرصة انهم يقدروا يريحوا علشان الموسم اللي جاي أيضاً موسم مزدحم جداً الأهلي هيلعب سوبر أفريقي هيلعب بطولة أفريقيا هيلعب كأس عالم أندية منتخب مصر عنده كمان بطولة العرب اللي كروش خد فيه محمد مجد أفشا ومحمد شريف أخده وإن شاء الله هيكونوا موجودين في هذه البطولة أيضاً عندنا كمان تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية كل التوفيق للعباء النادي الأهلي وكل التوفيق اليوم خلال الفترة القادمة وإحنا أيضاً بنتكلم عن بطولة أفريقيا القادمة وإحنا بنتكلم عن محمد مجد أفشا ومحمد شريف واثنين من اللعبة المهمة حاسس إن فيه نغمة ماشية خلال فترة القادمة أو خلال فترة السابقة إن الماتش القادم مباراة الحرس الوطني بطل النيجر مباراة سهلة ده ممكن يكون بيتقال شوية في الشرع الأهلاوي مباراة سهلة ممكن نادي الأهلي يعد فيها بالسهولة لا النهاردة مفيش مباراة سهلة في كرة القدم نادي الأهلي خسر السوبر المصري فالنهاردة اللعبة لازم تصالح جمهورها بصالح جمهوري إزاي؟ أول حاجة بالأداء القوي وبالمكسب لتنم مع بعض أكسب وأد أداء قوي يكون مقنع للجمهور دي هتعتبر أول مباراة في الموسم الجديد خلاص هنجنب مباراة إنبي السابقة أنا باعتبر إن أنا داخل على موسم الجديد الموسم الجديد بتاعي أول مباراة أمام الحرس الوطني بطل النيجر المباراة دي وعايزة أرجع حضراتكو سنتين وراء البطولة التسعة كان أول مباراة كسبناها في البطولة التسعة كان إطلع بره بطل جنوب السودان كان الماتشين هنا في برج العرب كسبنا المباراة الأولى أربعة والمباراة التانية تسعة على ما تذكر بنتيجة كبيرة وكان ده الدور التمهيدي أول مباراة في دور الاثنين وثلاثين كسبنا كانو سبورت اتنين صفر كان مع ريني فيلر كانت ضربة البداية قوية ودايماً الفريق البطل اللي بيفرد شخصيته في المسابقة وفي البطولة بيكسب خارج ملعبه نروح للبطولة العشرة البطولة السابقة كسبنا برضو في دور الاثنين وثلاثين سونديب بطل النيجر كسبنا واحد صفر أليو ديانج كسبنا كان الملعب وحش الأداء كان برضو وحش عشان أرضية الملعب لكن قدر النادي الأهلي في المباراة دي إنه يفوز واحد صفر أنا برجع وبأكد إن ضربة البداية مهمة جداً ضربة البداية بتكون بمكسب خارج ملعبك ودي مهمة جداً في شخصية البطل البطل اللي بيدور على البطولة من بدري ببعث رسالة النهاردة إن أنا بكسب أي مباراة خارج ملعبي وبالمناسبة كمان الفريق اللي هيلعب النادي الأهلي هيكون مليون في المية عامل حسابه إن النادي الأهلي أكيد فريق بطولة وهيدي أكتر معامل طيب وإحنا دلوقتي يعني وإحنا بنتكلم طيب ده كان بالنسبة لمباراة الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر خلال المباراة القادمة ولازم يكون فيه استعداد مهم جداً استعداد مهم جداً من لعبي النادي الأهلي والجهاز الفني أولاً عشان يصلحوا جمهورهم بأداء قوي وإن شاء الله بمكسبوا كل الثقة فيه موسيماني وكل لعبي النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر